اشتركوا في القناة ها أنا ذا أخوكم ناصر الحربي أقدم هذا البرنامج نيابة عن الزميل وصديق الأستاذ أحمد بكطيان وذلك لابتباطه بالسفر خارج المملكة العربية السعودية فأسأل الله أن يعود سالما غانما وأن يلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى من حلقات برنامج كتاب شينو فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اشتركوا في القناة أعدنا لكم مشاهدني كرام مجددا في هذه الحلقة الرابعة من حلقات برنامج كتاب شينو هذه دعوة لكم للاستمتاع بهذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام الذين يشرفونا في الحلقات الماضية وسيشرفونا كما ذكرت لكم قبل قليل في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى هذا البرنامج بإذن الله سيكون خريط بين المتعة والفائدة اسمحوا لي بأن أرحب بكم مجددا وأرحب بضيف الكريم لهذه الحلقة وهو كان أحد المتسابقين في برامج الواقع سابقا على شاشة بداية الفضائية وهو الآن أحد نجوه ليش أضعك يا حاتم معلومة دي ما على هذا لا خليك أمل ترحيب طيب فيك وأضعك توضل يلا توضل آسف ضيفنا ومشاهدنا الكرام هو أحد نجوم البرنامج الآن الذي يبث على شاشة بداية الفضائية برنامج شباب شو مع الأستاذ سامي لجعوني هو الأستاذ حاتم الشهري فأهلا وسهلا بك سيد حاتم سهلا حياك الله وقبل أيام تذكر كنت أتمنى أن نجتمع وانت في برنامج وهذه هي الأمنية تتحقق إني تمنيت لقياكم مخالج أني أن نلتقي فأراد الله لقيانا جميل وها أنا نلتقي وها نحن نلتقي جميل رفع الله قدرك أنا قلت لك قبل شوي قبل البارح بالليل قلت أتمنى أن نلتقي ببرنامج واحد وفعلا نلتقيني يعني أنت بجل الله تبارك الله لو تتمنى أنك تحصل على مال وتحصل على سياس والله توقع أمنياتك بسرعة تتحقى لا والله فلوس ما فلوس ما أعتقد يعني إذن قلت تمنينا واني طيب طيب أستاذ حاتم بس لن نطيل أنا أول شيء بس عشان تعذرني أنا عرفتكم في آن واحد أنت والزميل هاني عنزي نعم فأحيانا أناديك هاني وأحيانا أنادي حاتم فأعذرني إذا في ثنايا الحلقة إذا ناديت وجها لعملة واحدة نجمع رفع الله قدرك طيب أستاذ حاتم من هو حاتم بسم الله الرحمن الرحيم الله يمسيكم بالخير جميعا ومسي على المشاهدين بالخير حاتم هو فلاح في الأدب يتخذ من الأدب رسالة ليخدم وطنه ليخدم دينه ثم وطنه ونفسه هذا باختصار شديد جميل طيب سؤالي لك أستاذ حاتم لماذا دخلت عالم الكتابة هل للشهرة أم هدف مادي لا هذا ولا ذاك الكتابة من اتخذها من أجل الشهرة سيقبع في الظل كثيرا ومن اتخذها للمادة فسيكون من ضمن الفقراء إلا ما رحم الله جميل الكتابة حالة تفاعلية بين المرء ونفسه هي داخلية وليست خارجية فإذا خرجت الحرف يكون ملكك لكن لما يخرج منك يكون ملك للغير فإن صادف هذا الحرف شهرة أو مالا فيحب ذا لكن كما قلت سابقا أنا أتخذ من الكتابة رسالة لأخدم ديني ووطني جميل طيب لماذا تحديدا الكتابة وهل الكتابة وراثة أم شيء مكتسب جدي لأمي شاعر وأبي مثقف جميل ووالدتي لها في الكتابات وأنا أحب الكراءة منذ الصغر وتربيت على ذلك فأعتقد أن العملية هي نصف وراثة ونصف مكتسبة جميل خليط فيما بينهما وإن كان أعتقد أن الأمر الكسبي هو أعلى من الوراثة جميل طبعا هذا يعني هو بتطوير الكاتب لنفسه أكيد لأن الوراثة ستعطيك جزء معين ولكن ستقف عند سن معين أو حد لكن لابد أن تتنميها بالقراءة بالمعرفة ليست بقراءة الكتب فقط وإنما بقراءة الكون بالتأمل لكي العامل الوراثي يستمر لابد أن تدخل عليه مصادر معرفة لكي يطيل عمره الافتراضي جميل طيب على ماذا اعتمدت على كلامك هذا هل هو من تجربة شخصية كيف يعني كلامك أن الوراثة أنها تعطيك بس يعني جزء يسير أما البقية هو من تجربة نفسه الشواهد الشواهد كثيرة في الأدب العربي وفي الواقع وتجربتي أنا الشخصية الوراثة مدتني أكيد بالحس الأدبي لكنها لم تمدني بالمفردات لم تمدني بالصور لم تمدني بالحبكة الدرامية أو بالحبكة البلاغية اكتسبت هذا من الكراءة وأعتقد أن الكراءة هي أهم وأكبر سبيل للمعرفة جميل طيب أستاذ حاتم أنا أريد أن أسألك كم عدد الكتب التي قمت بتأليفها قمت بتأليف خمسة كتب بداية من كتابي تحفة الزمان في مدح سيد ولد عدنان جميل المنشور عام 1429 ثم ألحقته بكتاب الدر النفيس في متعة الجليس كان عام 1431 أعتقد أنه كان عام 1431 جميل ثم أتبعته بكتاب حديث الروح بعده بسنة ثم أتبعته بعده بسنة بليته يعلم ثم كتابي الصادر هذه السنة في معرض الكتاب الأخير أنا وصديقي جميل طيب الكتب الخمسة هذه أستاذ حاتم وش أقرب شيء إلى قلبك من هذا الكتب أقرب كتابي لقلبي أعتقد أنه تحفة الزمان الكتاب الأول لأنه كان هو أول كتاب أدخلني إلى الساحة الأدبية وعرفني على الناس وموضوعه لأنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب لنا دائما الباكورة باكورة أعمالك سواء في الأدب أو في غيره يكون محببا حتى من الأولاد جميل الولد الأول دائما يكون له ميزة عن غيره من الأولاد جميل طيب الدر النفيس تحفة الزمان أسماء يعني ما شفنا مبارغ فيها شوي هذه أسماء الكتب يسمونها علماء الأدب واللغة الأسماء الشارحة الدر النفيس في متعة الجليس تحفة الزمان في مدح سيد ولد عدنان يعني أنك تعلم ما هي الكتاب قبل أن تكرأها من خلال العنوان من خلال العنوان هذه يسمونها العنوين الشارحة طيب أحيانا ما يكون العنوان مثلا وسيلة جد بن القارئ بينما إذا تصفحت مثلا أوراق الكتاب هذا تحصل الوضع مختلف تماما عن العنوان طبعا هذه أنا أعتقد أنها نشأت مؤخرا لكن أنا في كتابي الأول والثاني كنت منتهجا نهج السلف جميل حتى أنه لما حاولت أطبع الكتاب الأول والثاني قال لي أحدهم أن أعتقد أن هذه كتب ليست جديدة وإنما هي كتب محققة تراثيا لأن لا يوجد كتاب جديد بهذه الأسماء يعني هذه الأسماء قديمة يعني فكأنك أنت هو يقول لي كأنك أحييتها منذ وهي قديمة لا تستخدم وهي أيضا كتسويقيا ليست جيدة فتلافيتها في كتبي الأخرى لأن الناس لم تعد تريد هذه العنوين الطويلة الشارحة والتي بعضها أصلا لا يعرفون حتى الشارحة لم يعني الناس لم تعد تفهم أو لا نقول للناس كلهم كثير من الناس لم يعد يفهم هذه العنوين جميل طبعا أنا مشاهدين كرام سأستقبل تعليقاتكم على هاشتاق الرسمي لهذا البرنامج هاشتاق كتاب جينو لمن يريد أن يعلق معنا في هذه الحلقة وضيفنا هو الأستاذ حاتم الشهري الكاتب والأديب المعروف طبعا الأخت روز تقول حاتم كاتب راقي ومتعاون جدا أن يمثل ما يكتبه ولا يكتب إلا كلمة ولا يكتب الكلمة إلا بعد تمعن هناك الكثير من التعليقات ولكن اسمح لي أن أعود إلى الأسئلة مجددا وبعد هذا السؤال بإذن الله سأطضم منك أن تسمعنا قصيدة من قصائدك الرائعة أه الشعر ماذا يعني لك؟ الشعر هو كالأدب وكالنثر جميل هي حيوات نعيشة في حياة لا أعتقد أن هناك أحد يشتغل في الأدب ثم لا يكون له الشعر ميزة لديه وسواء كتابة يكتبها من نفسه أو حفظ يحفظها لأن الشعر كما قيله هو ديوان العرب جميل والشعر يكون تنفيس للمحزون ويرفع الذليل ويخفض الكريم وتستجلب به العطايا فالشعر أعتقد أنه لا أقول أنه منفس للحياة ولكنه هو حياة بذاته جميل طيب ممكن أن أسمع قصيدة من قصائدك؟ نعم سأبدأ بأبيعات قلت هي رباعية حاولت أن تهج كرباعيات الخيام والرومي وغيرهما كتبتها في الوالد قلت ها أنت ترجع من بعد المغيب لنا أهلا وسهلا بكم يا سيد الناس ها أنت ترجع والأبصار في لهف ترنو إليكم بطرف جد حساسي الحق حقك أن آتي إليك ولو مشيا على العين أو مشيا على الراس هذه حروفية من حب تضم على بعض من الورد والريحان والآس هذه كتبتها في الوالد لأن الوالد في هذه الإجازة شرفنا بقدومه هنا هو هو العائلة الكريمة وأيضا أنا أخاف أن الوالدة تزعل أنا كنت أقول لك كذا وقلت إن كتبت الوالد الله يطول بعمرها الوالدة ما كتبت لها شيء الوالدة كتبت فيها نص قديم كتبت فيها خاطرة وهي ليست الخاطرة الأولى وقد أهديتها كثير من كتبي ولكن هذه خاطرة قلت فيها حينما كنت صغيرا زعمت أني لا أحب أمي وعندما كبرت اكتشفت أني أحب أن أأكل كما تأكل أمي وأشرب العصير الذي تحبه أمي وأمشي كمشية أمي وأخيط ثياب أختي لدى الخياط الذي كانت تذهب له أمي وأصلي النوافل على الكرسي كما تصلي وأضحك من النكت التي كانت تضحك من أجلها من أنا لا أنا ذبت فيها كما يذوب رجل الثلج في الماء تعمق حبها في داخلي كتعمق الشك في روح ملحد حبها يجتاحني كاشتياح الماء للشجري من أنا ظل لها وانعكاس لصورتها في المرآة أحب تفاصيل أمي كما أحبها رجاء لا تصفقوا بصوت عالي فإنها لا تحب الأصوات المرتفعة رجاء على قدرك وعسى الله يخلي لك أمك وخلي لك الوالد يطوب اللهم أمين ويزاكم الخير حبيبي حاتم قبل لا أطلع في فقرة المواجهة الله بدري يا رجع لا لا مو بدري بالعكسة لن تيمشي طبعا أنا التعليقات المشاهدين كثيرة جدا دعلي أعود لها بعد شوي طبعا جيب المدح الشي كده ولا كده الشباب شو يعني ما يحتاج ساركون أسألك فيه طيب التعليقات الموجهة لك أنت إذا كان فيها حش أنا ما راح أقراها طيب ممتاز بيض الله موجهك في حش فيني أنا ممكن أقراه؟ لا والله أنا ما أرضع لي طيب الأخت غيدة تكون ناصر أسلوبه في التقديم متكلف جدا لا يروق لي هذا الأسلوب ما احترامي لشخصه تعليقات؟ آخر حلقة في شو كانت عن الحرية كان فيها أدب رأيك تقول هذا أسلوبك في التقديم لم تقصدك أنت كشخصك لها حرية الرأي ومع أني لا أتفك معها الله يربع قدرك وجميع آراءهم على عين وعلى رأس طيب سؤالي لك الله يسعد يلوك قبل أن نطلع بالفقرة المواجهة دائما حينما تكتب وتقدم كتاباتك هل هي من واقعك أستاذ حاتم أو من خيالك الخاص دائما يقولون أن الشاعر أو الكاتب ابن بيئته ولا يمكن أن يكون هناك انفكاك بينهما جل ما أكتبه يكون من واقعي ليس لذاتي وإنما الواقع الذي أعيش فيه هناك أكيد كتابات من الخيال ولابد أن يكون الإنسان يكتب من الخيال لأن الخيال هو الذي يصنع الفلسفة لكن الأقرب دائما يكون للواقع أو الذي أجد أنا نفسي فيه أني واقعي في كتاباتي وأجنح للخيال قليلا طيب تجنح للخيال قليلا من أجل إرضاء كافة الأطراف المتابعين لك أو من أجل إرضاء نفسك شوف أنا دائما ما الناس لا يشكلوا لدي أهمية كبرى في ما أكتب أنا أكتب لنفسي ثم للناس لا يعني أني أستبعدهم تماما من ولا تقلل حقهم لا لا ما أقلل حقهم لكن أقصد إذا رأيت أنا أن الخيال سوف ينفع ما أكتب سأدرجه ضمن ما أكتب لكن لا أفعل شيء من أجل الناس هذا في برامجي في كتاباتي في شعري لأن سقف النقد لدي عالي جدا لنفسي أنا فلا يخرج للناس إلا بعد تمحيص وبعد دراسة وبعد اختيار الكلمات مع أن هذا المذهب هو التمحيص وكذا ذمه بعض العلماء لأنه يقول خير للكتابة أن تخرج بعجرها وبجرها ولكن هذا العالم أحترمه في بعض الكتابات وبعضها يقول لا لابد أن أمحصها طيب هل يعتبر إقصاء الناس عن انتقادك وعن أنك تكتب من أجلهم أنه إقصاء لا هذا ليس إقصاء هذا ليس إقصاء انتقادهم محل ترحيب وتقدير بالنسبة لي يؤخذ بعين الاعتبار يؤخذ بعين الاعتبار لكن أنا لا أكتب من أجله طيب اسمح لي أستاذ حاتم أن نطلع في فقرة المواجهة مشاهدني كرام فقرة المواجهة هي فقرة نوجه أسئلة لضيفنا الكريم تخص شخصة ومن ثم نقيم هذه الإجابات ومن ثم نرى هذه النتيجة وأذكركم بأنني أقدم هذه الحلقة بدلا عن زميلي وصديق الأستاذ أحمد بكطيان الذي يرتبط بسفره لخارج المملكة العربية السعودي وبإذن الله يعود لكم غانما سالما في الأسبوع القادم بمشاءة الله تعالى فقرة المواجهة نعود إليكم بعد قليل عدنا لكم مشاهدني كرام بعد أن رأينا فقرة المواجهة وكما ذكرت لكم قبل قليل بأن فقرة المواجهة هي عبارة عن أسئلة صريحة تخص شخص ضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو الأستاذ حاتم الشهري بناء على إجاباتي سوف نقوم بتقييمها الكتاب الأحمر والكتاب الأخضر ومن ثم النتيجة ليعلق عليها السؤال الأول أستاذ حاتم الله يستر ليش متخوف من الفقرة هذه؟ يعني ما تواثق من نفسك؟ لا بلا لو ما نواثق من نفسك ما كانت جلست على الكرسي ذلك طيب أنا أستاذ حاتم أول شيء أنا تواصلت معك اليوم صباحا وكنت أحتاج منك بعض الشغلات فقلت لك ودي كنا التواصل على الواتس أب فأنت قلت لي مع الأسف أنا ما عندي واتس أب غالبا أن تكتب مقولة الواتس أب أفيون الشعوب الواتس أب أفيون الشعوب نعم أستاذ حاتم ما تواكب التطور لماذا؟ لا أنا واكب التطور لكن عندي أنشتقرام عندي تويتر عندي بعض البرامج الأخرى ما هو فقط الواتس أب أنا ألخص يعني الموضوع لأن كثرة الحديث عن هذا لست حريصا على التواصل مع الناس باختصار شديد يعني يعني لا أجد هناك لذة في التواصل على الواتس أب فقط حتى تكون متميز يعني عن غيرك تواصل مع الإستجرام على تويتر بينما الواتس أب أنت بعيد كله وعد أنا؟ هذا ليس تمييزا إذا كان سأبحث عن التمييز في الواتس أب فأنا قليل الهمة لكن الواتس أب هو وسيلة الاتصال يعني ما نقول الوحيدة أو ما بالوحيدة التي تفضلها الناس في هذا الزمن هناك بعض خصائص البرنامج التي لا تتناسب مع شخصيتي وما أرى لأنه أعتقد أنه نوع من أنواع التجسش ونوع من أنواع التلصص ورأيت رسالتي ولم ترد علي اتصلت عليك وجدتك متصل ليش في ناس متسلف منهم كثير؟ لا ما بسلف لكن سبحان الله يعني الناس الشيطان حريص وهذه البرامج هي جيدة ولكن نحن أسأنا استخدامها فلذلك أنا أحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع طيب سؤالي لك غالب من يشاهدنا ولمشاهدني كرام أظن بأن الجميع يستخدم الواتس أب أنت الوحيد في من واجهت في من واجهت أنا عبد الله الطياش ما عنده واتس أب ما قلتول شيء طيب أنت لا تستخدم الواتس أب يا أستاذ حاتم والقصد بأنك يعني مستغني عن التواصل مع الناس فهل تعتبر هذه إيجابية أم سلبية؟ لا ما أنا مستغني أنا كلامي واضح جدا طيب هل تعتبرها إيجابية أم سلبية؟ الابتعاد عن الواتس أب والله بالنسبة لي إيجابية وريحتني كثير ومريح راسي طيب إذن إيجابية أعطون الكتاب الأخضر الكتاب أخضر يا سلام يا سلام الحمد لله كويس طيب بختصار الواتس أب أفيون الشعوب وش معناها؟ لا هذا أنا قلتها في فترة يعني كنت فترة غضب ولا تراجع عنها لا أسمع ما تراجع عنها لكن يعني قلتها في فترة كنت يعني غضبان جدا وكنت أريد أن يعني شيء ممكن يجذب الانتباه لكن ممكن لو الآن تطلبني أن يعيد الصياغة سأعيدها بشكل ألطف ولكنها تؤدي لنفس المعنى طيب يعني إذن أنت تراجع عن قرارك طيب هذا ما قلته أنت لا ما قلته أنا تفضل السؤال الثاني هذا فهمي أنا ولعلّ فهمي قاصر سؤالي الثاني أنت غالباً ما تتشدد لأرائك وهذا ما رأينا في برنامج شباب شوف الحلقة الماضية أنت كنت متشدد لأحد أرائك إلى درجة أنك شغلت الورق ورميتها على الأرض أحياناً بعض الآرات تتراجع عنها سؤالي ونادراً ما تتراجع حتى أنت تفضل جميل لكن بالأخير في تراجع عن بعض القرارات لو كانت مثلاً قلة ولكن سؤالي هل تعتبر بأن التشدد لأرائك حتى أن المشاهد أو من يسمعك يظن بأنك مقتنع كامل اقتناع بأرائك هذه هل تعتبر بأنها صفة جيدة أم لا هي ليست صفة جيدة ولكن أنا قلت في ذات الحلقة اللي أخدت منها أنتني شقيت الورقة قلتها فأنا بعدها لكنكم تأخذون ما تريدون أنا قلت أنني أنا عبد نأخذ ما يخدم الحلقة أي قلت أنا عبد للدليل ومتى ما أتى الدليل لينقض ما لدي فأنا عبد الله طيب إذن أعطونا الكتاب باللون الأحمر على كيف الكتاب باللون الأحمر أنا صفة غير جيدة آه فتون يفهم توقت تفهم أي ما عليش أنا حشف طيب طيب وليهمك طيب طيب أنا توقعت أنك تراجعت أم قلت ليش غلط الأحمر لا أنا حسب أنه ما أدري أنا حسب زي الراصد طيب ما في بأس طيب السؤال الثالث هل أنت متفوق في حياتك العملية كتفوق في الكتابة هذا إذا جزمنا أني متفوق في الكتابة أصلا وهذه محل الخلافة أنا لا يمكن أن يعني أن أحكم على نفسي بأني متفوق في الكتابة فأنا ما أستطيع والله أن أحكم طيب هل هو تواضع أم استدراج ما الله لا حتى أقل رأيه فيك لا لا أقل رأيه فيك لا لا أقل رأيه فيك إن شاء الله ما تصل لإستدراج لكن أنا ما أشوف أني متفوق في الكتابة بقدر ما أنا مشتهد جميل طيب الرأي لك لنبه حمراء و كتاب أخضر لا والله أحضر أن أخضر الله يجعلنا من حقين الخضر طيب ليش أخضر تحديدا؟ ليش أخضر تحديدا؟ لا أخضر لون قال أنا النبي صلى من ظهر في الحديث أنه يعني العين تحب أن تراه و كذا إذا صح الحديث رفع الله قدرك لكن شغلوا لي الكتاب باللون الأحمر لأنه قال هذا إذا أنا كنت متفوق في كتاباتي أو في حياتي العملية طيب السؤال الرابع قبل الأخير يا أخوي بش دعا حطه بالأخضر يا من الحال هذه إجاباتك طيب هل غيرتك الشهرة بشكل إيجابي أم بشكل سلبي؟ يبدو أنه السؤال ذو شجون والله والله يصعب السؤال لكن يعني إن كان هناك تغير فأعتقد للإيجاب يعني للإيجاب مع أن الشهرة تحاول أن يعني تضعك في السلب لكن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا بقيت في الظل الضو لا يناسب شخصيتي جميل طيب إذن أعطونا الكتاب باللون الأحمر هذا بناء على إجابة الأستاذ حاتم سؤالي الأخير أستاذ حاتم أنت كاتب هل ترى بأن كتاباتك التي قلت لو عاد الزمن بي إلى الوراء لأبقيت في الظل هل ترى بأنها غيرت في من حولك؟ طبعا أنا بقيت في الظل من ناحية الشهرة لا الكتابة جميل أو أنا دخلت الإعلام أن عندي أربع كتب جميل ما عندي إحصائية معينة في تغيير بوجهة نظرك كتاباتي ليست كانت اجتماعية هي كانت كتابات أدبية وكانت أغلبها أشجان فلا أعتقد أنها غيرت هل أثرت؟ أثرت نعم أكيد أنها أثرت في كثير من الذين قرأوا كتبي كانوا يعلقون على كثير من الصفحات بأن هذه الصفحة جيدة وأن هذه الصفحة نقلتها في التواصل الاجتماعي وهذه بقيت في الذاكرة وهذا يناقشني على هذه المسألة وهذا يقول أني طبعتها ويقول هذا حفظت القصيدة نعم التأثير موجود جميل طيب إذن الكتاب باللون الأخضر خلونا نشوفه طيب ثلاث كتب حمراء كتابين خضراء استدحاتهم تعليقك على هذه النتيجة ما الله يعني ما أعطي وش أقول لكن أخضر ولا أحمر ما تفرق معك يعني ما الله يعني الله يعني ما أعطي لكن دعم الإجابة صادقة لو كان اللون بني أنا ما عندي مشكلة طيب أمشي أن الواحد يكون صادق مع نفسه ويكون صادق الإجابات لأني أكره ما أكره وهذه هي أحد معايب الشهرة الكذب والنفاق الإعلامي الذي يكون في الشاشة شيء وخارج الشاشة شيء آخر كن صادقا مع نفسك لأنك ستكبر ثم تكتشف كم كنت كذابا جميل رفع الله قدرك سيد حاتم وأنت بلا شك بأنك كبير قدر وكتاباتك يعني فعليا أنا أستمتع جدا بقراءتها وأيضا طرحك على الشاشة سواء في برنامج شباب شو أو في البرامج أول آن مثلا أنا أستمتع بها جدا إلى أبعد درجة الوقت يمضي سريعا والوقت كان مستمتع معك يعني جدا هذه إذن مشاهدين الكرام هذه فقرة المواجه وهذه هي النتيجة التي علّق عليها الأستاذ حاتم الآن اسمحوا لي بأن أأخذ اتصال مع الدكتور صالح أبو عراد أهلا وسهلا بكتور صالح حياكم الله وبارك فيكم وشكر الله لكم هذه الفرصة وهذا اللقاء أسعد الله مسائك هذه الفرصة ونحن سعداء جدا بتواجزك معنا في هذه الحلقة عبر الاتصال الهاتفي بارك الله فيكم يا مرحبا بالدال طيب أنا طيب دكتور صالح أسعدك ربي الأستاذ حاتم الشهري وصل إلى ما وصل إليه الآن حتى توقف به أو انتهى به المطاف إلى شاشات تلفزة كتابات تؤثر على من حوله وأنت بلا شك بأن لك فضل كبير على الأستاذ حاتم الأستاذ حاتم أمامك كلمة تريد أن تقولها في هذه الفرصة بعد حمد الله والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا الله أقول لأخي الكاتب الشاب حاتم الشهري أخي الأديب الأريب أخي المثقف أخي الكاتب بأسلوب معاصر أسأل الله لك التوفيق والسداد والثبات على الحق أنت أمل نؤمل بإذن الله أن يصل إلى العالمية لأنك تنطلق من مبدأ مبدأك لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتك صادقة أرجو لك التوفيق والسداد ولا أزيد على ما قلت بنفسك في هذا اللقاء حينما تقول أنك كاتب مجتهد وبما أنك مجتهد فلكل مجتهد نصيب بإذن الله جميل طيب دكتور صالح أسعدك ربي نصيحة توت توجيهها على الهواء مباشرة للصديق والزمير والكاتب الأديب حاتم الشهري لا يمكن أن أجد أفضل من أن أقول له الكتابة أمانة والكاتب المبدأ مؤتما وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما يكتب وليتذكر قول القائل أن من يكتب شيئا فسيسأل عنه وبطبيعة الحال الإعلام والنجاح والتميز كل هذا لا يساوي شيئا أمام أن يكون الإنسان صادق مع نفسه جميل الدكتور صالح أتمنى أن تبقى معنا على الهاتف لا بأس الدكتور معك على الهواء واش تمنى تقوله الله يمسيك بالخير يا دكتور مساك الله بالرضا أهلا وسهلا وشكر الله لك هذه الكلمات الطيبات والتي دائما من البداية إلى الآن وإلى المستقبل إن شاء الله دائما تتحفنا وهذا دليل على كمال عقلك وأدبك فجزاك الله عنا خير الجزاء بارك الله فيك ونفع الله بك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يوفق أبناء المسلمين إلى طرق النجاح والسداد والفلاح وأن ينفع بهم الأمة الدكتور صالح العراد نشكرك على اتصالك أو أبو عراد نشكرك على اتصالك ونسأل الله أن يجعل لك من دعواتك وافر الحظ والنصيب شكرا لاتصالك أعود إليك أستاذ حاتم تعليقك على هذا الاتصال طبعا أنا بدي بداية أن تعرف بالدكتور صالح الدكتور صالح معروف ولا يعرف وليس مثلي من يعرفه هو أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك خالد بأبهى وقد شرفني بتقديمه لكتابي الدر النفيس الكتاب الثاني قدمه يعني أيقر رضه وكتب لي كتابة لا أستحقها حقيقة ولكنها فضل منه وهو أخذ بيدي في بداية الطريق لكي أصل إلى المبتغى ونحن في الطريق ليس الغاية أن نصل ولكن أن نبقى على الطريق إن شاء الله وبلا تستحق لأنك لو لم تستحق لم وجدت في هذا المكان الذي يستحقه العشرات أنا سأعود الأسئلة وبعد ذلك بإذن الله سأخرج إلى فقرة أنت والميديا وطبعا فقرة أنت والميديا فريق الإعداد تجول على حسابك في التويتر وإيضا حسابك في الإستجرام واستخرج لنا بعض الصور وبعض التغريدات ستعلق عليها بعد قليل ولكن سؤالي لك سيد حاتم من هو قدوتك في الشعر أنت أمتعتنا جدا بقصيدة قبل قليل قلتها أمتعتنا جدا بها فمن هو قدوتك في الشعر ومن هو أكثر شاعر تحب أن تستمتع إلى نثر قلمة والله أنا الشعر مائدة لا يمكن أن تبقى على شاعر معين ولا على عصر معين إنما تأخذ الجيد من أي شاعر كان لا بد أنك تميل أكيد إلى بعض الأشخاص وتحفظ الكثير من شعرهم ولكن لا تبقي عليهم فقط ولكن الكثير من من أحفظ من قصائده أبو تمام والبحتري وقليل من المتنبي هؤلاء ثلاثة هم الأكثر ولكن كما قلتنا مائدة الشعر لا يمكن أن تقتصرها على شاعر ولا يمكن أن تقتصرها على عصر معين وإنما تأخذ الجيد من أي شاعر جميل أستاذ حاتم طبعا هاشتاق برنامج زد رصيدك عفوان راعبالي بعيدنا هاشتاق برنامج كتاب شينو هو من الهاشتاقة الأكثر تداولة الآن كثير من التعليقات وصلتني الأخت ترمز لها والأخ يرمز له جي تي جي يقول شخصية حاتم الشهري قريبة جدا من الشيخ عيض القرني خصوصا في الدعابة هذا السؤال يريد كثيرا وأنا أتشرف كثيرا أن ينسب سلوبي لسلوب الشيخ عيض ولكن قلت مرارا أن التشابه من جهة المنطقة ومن جهة التخصص أيضا أنا من الجنوب والشيخ من الجنوب وفي الأدب والشيخ له في الأدب واللهجة الجنوبية يعني هذا هو التشابه لكن لا أتعمد ويا حض من شبها بعائد جميل رفع الله قدرك ونحن من هذا المنبر ومن هذا المكان نوجه سلامنا وتحياتنا الحرة للشيخ عائد القرني الأخت أسما تسأل سؤال وتقول لحاتم هل يؤيد أن يشاركها جمهوره بمناسبة كتابه الجديد وأن يقدم له هدية ويقبله بكل سرور والله الهدية ما ترد لكن وهذا فضل منهم وجزاهم الله خير وبيض الله وجيهم وأنا لا أريد أن يتكلفوا وإنما الهدية الحقيقية هي أن يحصروا على الكتاب وأن يشتروه وأن يقرؤوه هذه أكبر هدية ممكن أن يقدمها لي جميل طيب رحمة عبد الله كن صادقا مع نفسك لأنك سوف تكبر وتعرف كم كنت كذابا هذه مقولة اقتطعت من كلامك قبل قليل الأديب حاتم الشهري طيب اسمح لي الآن بأن نخرج إلى الفقرة التالية الفقرة أنت والميديا نراها ثم نعود أعدنا لكم مشاهدين يا كرام هذه فقرة أنت والميديا سنستعرض بعض التغريدات التي قام بكتابتها ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ حاتم الشهري وأيضا بعض الصور من حسابه في الإنستجرام سوف يقوم بالتعليق عليها لنبدأ بأول صورة نتابع الصورة الأولى طبعا الصورة هذه هدية متواضعة من مام وباب بمناسبة صدور كتابك الجديد أنا وصديقي نحبك كثيرا أسأل الله أن يحفظهم يا رب وأن يطل في أعمارهم على طاعته تعليقك هذه هدية بالأمس استقبلتها من الوالد بالأمس القريب أمس أمس هذا وهذا كرما منهم وهذه صفة الوفاء أتعلمها منهم وإن سمح الوقت سوف أتحدث عن قصة الوفاء التي أزعم أنني حامل لوائها هذه هدية لم تكن متواضعة بل هي كبيرة جدا ولكن أنظر إلى أدب الخطاب وأنظر إلى اللهجة أو الكلام البسيط جدا كيف يصل للكلب وحتى أنا علقت على هذه وقلت لغة الدموع هي أصدق ما يقال في مثل هذه المواقف أسأل الله أن لا يحرمك بالرهم اللهم أمين نرى الصورة التي بعدها الصورة التي بعدها حاتم كثيرا ما نرى في صفحتك على الإنستجرام الرياضة لاعبين في الملاعب كرة تعليقك على هذه الصورة وتعليقك على الكرة القدم الرياضة أو كرة القدم لا أخلني أتكلم عن الرياضة تحديدا هي أسلوب أسلوب حياة نتعايش به ليست فوز ولا خسارة ومحروم من كان يعتقد أن الرياضة هي في الفوز والخسارة ولا يحصرها في كرة القدم لا بد أن يكون للإنسان ساعة أو نصف ساعة يقضيها في الرياضة لأن الرياضة مهمة جدا في حياة الإنسان وهذه كانت إحدى الرسائل التي أحاول أن أبثها في صفحتي وأن أعلن للناس أن الأدب أو الشهرة أو البرامج لا يمكن أن تؤثر على المبادئ التي يتخذها الإنسان قبل الدخول إلى هذا العالم طيب اسمح لي أستاذ حاتم أنت قلت بأنه محروم من يعتبر بأن كرة القدم خسارة أو فوز صح؟ نعم طيب أنا شفت لك صورة من الصورة أنت نزلت عن الإستجرام منزل صورة كاتب تقريبا فيها ادخل الملعب كأنك داخل معركة أو زي كما طبعا شوف هذه الأديب أو شخصية لا تنفك من الدعابة وهذه دائما الرسائل تكون رسائل إلى أشخاص معينين بذاتهم جيد وهذه المشكلة أنه بعض الكلمات أقولها فيشرقون بها الناس ويغربون ويحملونها على ما يريدون ولا زلتنا أكرر أن الملعب ادخل كمعركة لكنها معركة شريفة وليس عيبا أن تطلب الفوز جميل ولكن العيب أن تموت حينما تخسر جميل طيب نشوف الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها من برنامج شباب شو أن شاركت في النسخة الأولى وشاركت بالنسخة الثانية كعضو دائم رسمي ودائم في البرنامج وأنت بلا شك أحد النجوم البارزين في هذا البرنامج ولك بصمة رائعة جدا مع بقية الشباب بقيادة الأساسة من الجمالي تعليقك البرنامج شباب شو هو حلقة الوصل بيني وبين الجمهور وعبر قناة بداية التي أكون لها الكثير من الاحترام وكثير من الشكر برنامج شباب شو ميزته أنه برنامج يطرح المواضيع الساخنة وبدقة وموضوعية وطرحه يتميز بمراعاة كافة تطيع في المجتمع وأيضا كثير الآراء تطرح من ستة محاورين وبوجود الأستاذ سامي فهو برنامج شبابي واقعي أتمنى أن يكون جيدا بما يكفي لإرضاء أنفسنا ثم الجمهور جميل طيب نشوف الصورة الأخيرة الصورة الرابعة والأخيرة طبعا الصورة هذه أنت نزلتها وكتبت لا تكسرون خواطر الدبوبة اي تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن دب الباندا اللي قلتني يتميز بصفاتي أخذ صفات من الإنسان أو شي أنا لسه دبا العلماء يقولون ولنا في معاناتك طب البرنامج مع الكرسي الكرسي ذا والله ما في خير هذا حق شباب شو الأول ذا والله العظيم أني ماني أحبه والآن بيجيين يشد حظلي في رجلي لكن لعيون المشاهدين لعيون المشاهدين العلماء يقولون أن الدب الباندا فيه كثير من صفات الإنسان جميل أنه ينحني إذا بكى ويذهب خلف شيء ليستتر ويأخذ مثلا من دي ليجفف دموعة سبحانه أنت قبل قليل وقلتها لك طيب هذه إذن هي الصورة الأخيرة من حساب ضيفنا لهذه الحلقة للسهد حاتم الشهري ننتقل إلى تويتر ونشوف التغريدات التغريد الأولى دعونا نتابعها التغريد الأولى البعض ينمو عقله أسرع من جسده والبعض الآخر ينمو جسده أسرع من عقله لذلك قيل قديما الطول طول انخله والعقل عقل نصخله تعليقك طبعا هذا الكلام صحيح وتأليقي لا يحتاج إلى أشرح ولكن بعض المتابعين هداهم الله تكلموا على والعقل عقل أسخله بالسين وهم يقولون أنها بالصاد وهم لا يعلمون جهلا أو أي شيء يكون أن في اللغة تستطيع إبدال السين صادا في عدة مواضع ولا فرق بينهما أن تقول سخله أو سخله لأن بعضهم يقولون أن هذا يعني كيف تقول أن تسخله كأنه نوع من الدلع يعني وهذا ليس دلعا ولا ترفا وإنما هو من ميزة أو من مزايا اللغة العربية كما تقول مثلا في الطرياق بطاق تقوله درياق ولا فرق تستبدل بعض الحروف طيب نشوف التغريدة التالية اللي بعدها المفكر يموت ويفنى ولكن الأفكار باقية خالدة وهذه لا بد أن نعيها جيدا قد أموت أنا وقد يموت العلاف من الناس ولكن الأفكار باقية خالدة تبقى ولا تموت فلذلك لا بد أن نناقش الفكرة ولا نناقش المفكر ونحاول أن نصحح الفكرة وبعدها يتم تصحح المفكر لكن القضاء على المفكر ليس حلا بل القضاء على الفكرة أو دعم هذه الفكرة هو أولى من دعم المفكر نفسه جميل طيب نشوف التغريدة التالية اللي بعدها التغريدة التالية مو كل وينك تنتظر جية جسد ساعات وينك تنتظر جية شعور هذه من تأريفك؟ لا هذا من من منقولك؟ أي هذه من الأشياء الشاعرية ومن الأشياء اللي لا بد أن تخرج أحيانا العامي يوصل شعورك أكثر من الفصيح ولم في كاك بين الفصيح والعامي على الاختلاف وحل القضية الكبرى التي بينهما فجية الشعور في كثير من الأحيان أفضل من جية الجسد جميل طيب انتابع التغريدة الأخيرة من تغريدات الأسابة حاتم الشهري على موقع تويتر الشهير مشكلة الناس أنها ترى بالأذن تعليقك ترى بالأذن تسمع عني ولا تسمع مني مشكلة الناس أنهم يصدقون هم يقولون الكذبة ثم يصدقونها دام هناك مساحة ومجال أنك تسمع مني فلماذا تسمع عني؟ الناس يعني كثير من الناس ظلوم جهول جميل طيب انتهت فقرة أنتو الميديا قبل ما نطلع بالفقرة اللي بعدها أنا ودي أنك تريحنا كذا بقصيدة تسمعنا شيء من بوحك والله فيه قصيدة ولعلها تكون مختصرة عشان ما يدعى من الوقت والله إن شاء الله أنها مختصرة لكن أعطني حقي في الوقت طيب خضراتك قلت يا قصة محيت من بعد ما كتبت فصولها بدم الأرواح للقلم ما كنت أحسب أن الحظ يخذلنا حتى افتركنا فراق النأي للنغم الله يعلم ما سري وخافيتي والله يعلم ما في القلب من ندمي يا لهف نفسي على قلبي وصاحبه لهف الحجيج لمرأة البيت والحرم سكبت دمعي على خذي فواحزني على الدموع التي سالت من الألم الحزن خيم في صدري وقافيتي كما يخيم أهل السهل في الأطم قد كنت أكتب أشعاري لتسمعها فالشعر داما وطيف الحب لم يدمي صح لسانك و لا فضفوك طيب أعود للأسئلة قبل ما أطلع الفقرة ظل الصورة طبعا أنت فيه إهداءات عندك تكتبها غالبا في كتبك من هو عود ملك الحربي الذي قمت بإهداء كتابك حديث الروحلة هذه قصة الوفاء التي أجعم أني حامل لوائها و التي تشربت هذه الثقافة من والدي و لا أدل على ذلك من الهدية التي استلمت مؤخرا منهما هذا عبد الملك الحربي صديق لي ذهب إلى ربه وهو كان صديق في المرحلة المتوسطة جاءني الخبر أنه توفي في حادث رحمه الله و كنت أعمل على كتابي حديث الروح فقلت صورة من صور الوفاء أن أهدي له هذا الكتاب لعله هو طبعا لن يدرك هذا لأنه الآن في الكبر و لك أنا لا يهمني هذا المهم أنه هناك شخص تذكره بعد موته أسأل الله أن يغفر له و أن يرحمه و أن يعلن جناته و أن يجمعنا به جميعا في جنات النعيم اللهم أمين و في دراسة عن الحب كتبتها أو كتاب عن الحب هل سيخرج للنور قريبا طبعا عندي كتاب اسمه دراسة عن الحب و هذه القضية مقلقة و محيرة بالنسبة لي و توقفت عن الكتاب و أتمنى أن يخرج للنور قريبا و لكن هذه القضية تؤرقني كثيرا و النوم غاب عن جفني من أجل هذه القضية و قد تكون هي قضية الكبرى في الحياة معرفة ما هو الحب جميل طبعا أنا عندي الأسئلة ما يقارب ثلاث صفحات هي محاور وأسئلة لكن أنا يبدو أني ما تجاوزت لتقريبا ثمان أسئلة و الحديث معك شيق خصوص الفقرات أنها داهمتنا شوي أنا عندي سؤال الأخير و بعد كده بإذن واحد راح ندخل على فقرة ظل الصورة اللي بناء عليها تعرض صورة لها بعد و لها عمق و بعد كده أنت تبدأ تكتب تعليقك عليها على الصبورة هل ندمت على نشر أحد من كتبك؟ نعم لن أقول ما هو ولكن بعض الخطوات تكون فاشلة ولكن الخطوة الفاشلة تقربك للنجاح خطوتين جميل طيب إذن مشاهدين الكرام تقريبا وقت الأسئلة العامة انتهى معنا إذا كان لدينا متسع من الوقت بإذن الله سنعود إليها الآن نتابع فقرة ظل الصورة صورة لها عمق و لها بعد و ضيفنا الكريم الأستاذ حاتم الشري سيقوم بإذن الله بالتعليق عليها وأنتم أيضا شاركونا بالتعليق عن طريق الهاشتاق الرسمي لهذا البرنامج هاشتاق كتاب تشينو طيب نتابع الآن الصورة وأيضا لنتابع تعليقاتكم أنتم عن طريق الهاشتاق الرسمي لهذا البرنامج أثناء كتابة الأستاذ حاتم الشهري على الصبورة نتابع الآن الصورة على الشاشة طيب أنا اسمحوا لي أحضر الصبورة طبعا هذه الصورة زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا هذه الصورة تفضل أستاذ حاتم هذا القلم وهذه الصبورة معك أكتب من خلال هذه الصورة هذه الصورة قدامك زي ما احنا شايفين وأيضا المشاهدين الكرام أتمنى أن يمشاركونا بتعليقاتهم يكتبون عن طريق الهاشتاق الرسمي للبرنامج طيب حاتم لو تيجي التوقف هنا لشان برضو تجيبك الكاميرا بس بأكتب طيب طيب ما في بأس طيب أنا سأبدأ بقراءة تعليقات المشاهدين الكرام عن طريق الهاشتاق الرسمي لهذا البرنامج على هذه الصورة التي لها عمق والتي أيضا استخرجها فريق الإعداد من الحساب الأستاذ حاتم الشهري الأخت شمة تقول الخطوة الفاشلة تقربك من النجاح مرتين طيب طيب لعلك تقرأ تعليقك ما في بأس التأمل عبادة التأمل عبادة خير الكلام ما قل ودل جميل أستطيع أن أكتب على كامل الصبورة ولكن الكلام المختصر يصل إلى القلب بسرعة جميل إذن التأمل عبادة هذا هو تعليق الأستاذ حاتم الشهري على هذه الصورة التي لها عمق ولها بعد قوي جدا إذن تفضل السريحة أستاذ حاتم الله يسعبك الله يسعبك الله يسعبك معنا هنا اليوم الله يسعبك الله يسعبك أن نتحرك شوي طيب أنا لعلي أرجع للتعليقات بشكل سريع جدا قبل ما أختم معك البرنامج لا يا شيخ أما بتختم أتونه والله والله يقدر الله ما جاهب على الوقت يمضي سريعا يا شيخ باقي ما يقالب عشر دقائق ففيه وقت لأننا عندي برضه في اتصال ريمة تقول الحق وترى ناصر جاء سيقر من التاك الأخت ترى نيمة تقول الطريقة الوحيدة للتجنب التعاسى ألا يكون لديك وقت فراغ تسأل نفسك فيه ما دمت كنت سعيدا أم لا كوتر بالعباس تأمل تبدع الأخت شم ما قرأت رسالتها لعلي أشوف آخر تغريدة التأمل عبادة هذه كتابة كنت يقولون جميل خطك يا حاتم الله أود أننا وليشوفوه من قرب الله يعرفون زين طيب البقاء وحيدا بعض الأحيان أفضل من الجلوس مع أحدهم طيب أنا قبل لا أرجع للأسئلة العامة لأن يبدو الذين متسع من الوقت أنا معنا اتصال هاتفي غير مرتب له ولكن هو من أحد الزملاء المقربين جدا إلى صديق حاتم الشهري أنا أود أنك تأخذ الاتصال حلو ألو مرحبا هلا والله مرحبا أبو سليمان طبعا معنا الشاعر بندر أخمشي حياك الله يا بندر الله يزيك ناصر يا مرحبا يا مرحبا بسلولك يا حاسم الله يحييك تحية السيل يا مرحبا حي الله أبو سليمان منور أنت وناصر يا أخي كلكم ملحوا قبله يا جعلك تسلم حياك الله كيف حالك أبو سليمان سك طيب والله بخير جعلك بخير والله قلت ما نير طال عمرك أبد بيه ما تصل ما فيه بيه ما عطون اتصال زم الأخير الله يرفع قدرك والله إنها الساعة المباركة لنسمع فيها صوتك طال عمرك الله يجعلك حيي نغني وأخوكم ونيسمع أنا أسمح لي حاسم بعض الكلام ما بمدحك شوية بتصرحك فوق ومدحني ما فيه مشقة بس طوة تكفى لا باختصار تكفى لأننا بآخر اللوقت الله يسعدك أبتل أبتل يا ناصر حاسم الشهري تعرفتني في برنامج التكي برمضان نعم الرجل خلوق مؤدد فيه شيء عن حاسم الشهري يمكن كثير من الأشخاص ما يدري عنه إن قلبة أطفية ضمن الشاش ورجل طال عمرك دمعته بمحجر عينه أزنات الدون وهذا يدل على صفاوة قلبه وصفاوة نيته وحبه للخير وحبه للخير الله حبيته داخل وسلم عليكم وشرفك يا جلسي وعص الله يوفكم الله يرفع قدلك طبعا الشاعر بندر الخمشي هو أحد الأصدقاء المقربين للأستاذ حاتم الشهري أنا أشكره على هذه المداخلة وفعلا أنا أتفق مع كل كلمة وكل الجزء قال عن الأستاذ حاتم الشهري لأنني فعلا أنا عشت عن قرب مع الأستاذ حاتم شكرا لإتصالك ساد بندر الخمشي أنا وصلتني رسالة أنك أنت متخرج من المعهد الملكي الثانوي الصناعي مرة في أحد الممرات ممرات المعهد قابلت فايز مدخلي المعد معنا في البرنامج وكنت تحمل معك أوراق فسألك قال وش الأوراق هذه فقلت بأنك ستغسطر كتاب بإذن الله وهنائك على ذلك بعد التخرج بسنوات حضرت بالجزء الأول من الشباب شو والتقيت بفايز مجددا بعد انقطاع عن سنوات فلما أخبرك عن الموقف هذا احتضنته فما كانت منك إلا ردة الفعل هذه وجلست تتذكر المواقف القديمة بينكم والله هذا كان من المواقف المؤثرة صراحة ومن المواقف التي لا تنسى وهو ذكرني بهذا الموقف نسيت هذا الموقف تماما لكن فايز مدخلي كان من زملاء الدراسة وأنا ما عرفت والله إلا يوم هو نبهني على ذلك لأنه تعرف كم سنة افترقنا نحن وإياه ولكن ذكرني بذلك الموقف كنت أمر بأوراق وكنت أعود لكتاب الأول تحفة الزمان وكان الناس يسخرون أن كيف أنت الآن في قسم الإلكترونيات وتريد أن تؤلف في الأدب فما كان هذا إلا دافع لي لأثبت لنفسي ثم أثبت لهم أن صاحب الهدف لا يمكن أن يتخلى عن هدفه أنا لذلك ذكرت هذا الموقف تحديدا الذي وصلني قبل قليل عن طريق الواتس أب من الزميل الفايز مدخلي لأن فعلا أنا عرفت أن هناك تحديات تغلبت عليها لذلك أنا أريد أن أسألك هذا السؤال يبدو لي أنه هو الأخير قبل أن أخطيتم هذه الحلقة ما هي تحديات التي واجهتك وستطعت فعلا أن تتغلب عليها أبشانا أمسي على خير لفايز مدخلي وهو صديق عزيز ودائما مبدع ودائما يتحفنا بإبداعاته في برنامج شباب شو خلاصة لي في برنامج شباب شو في برنامج شباب شو هنا برنامج كتاب جينو التحديات التي واجهتها مثل أي كاتب لا أختلق لنفسي متاعب وكأنني أنا الأوحد في هذا الزمن ولكن وحدة من المتاعب ومن المشكلات هي سخرية الناس وعدم الإيمان بك ككاتب أو كمؤلف أو كشاعر أو كمبدع إلا بعد أن تقطع شوطا كبيرا من التعب يعني أنت في حاجة إلى المساندة وإلى الكلام اللين وإلى من يحفزك لكي تمضي في البداية البدايات دائما صعبة أنا لا أريد المساعدات التي تكون في منتصف الطريق أو في النهاية هذه مساعدات لا نقول أنها مساعدات إنما تكون محفزات لكن الذين وقفوا معي في البداية لا يمكن أن أنساهم وهم قلة قليلة بل أقل من القليل جميل رفع على قدرك طبعا التعليقات كثيرة جدا عن طريق الهاشتاغ وأنا كان بدي أن أقرأ جميع تغريداتكم أنتم مشاهدين كرام وتعليقاتكم ولكن في تغريدة شدة انتباهي يعني ما شاء الله تبارك الله وصلت إلى ضرافتها يعني إني ضحكت بيني ومن نفسي يقول فايز ما دخلي ولا ما خرجي هذا ماذا ترد عليه هذا يا أخي بعض الكلام والله تسكت عنها فضل أنا ما أعودي والله أسب ولا شيء أنا صدقني هذه التغريدة هي شدة انتباهي بين عشرات من التغريدات طيب ختام البرنامج والله يا أخي يا أخي والله هذا وين حنو حنو الجيز يتكلم في الأدار يتكلم في الكتب هذا طالع لك طالعا ما أدريش طيب طيب أنا أترك لك المجال لتسوق لأحد كتبك وأحد مؤذفاتك المشاهدين أمامك على الكاميرا وعلى الهوى مباشرة تسوق لأحد كتبك أو لمؤذفاتك جميعا رأيك طبعا الكتب كلها موجودة إلا الكتاب الأول طبعا ليس موجود في السوق لأنه انتهى لكن أنا سوف أتحدث عن كتابي الأخير أنا وصديقي هذا الكتاب الأخير وهو الكتابي الخامس وهو مراسلات أدبية بيني وبين الشاعر بدن طيري مراسلات أدبية وشعرية عن ما يزيد سبع سنوات ونحن نترسل ثم ضمينا هذه المراسلات إلى هذا الكتاب والكتاب يعتبر من القطع المتوسط ويباع سيباع إن شاء الله الأسبوع القادم في مكتبة جرير والعبيكان وتقريبا منتصف الأسبوع القادم سيكون في مكتبة فيرجين إن شاء الله أتمنى أن يكون هذا الكتاب هو إضافة إلى مكتبة الأدب العربية لا أزعم أنه الأفضل ولكن هذا الفن المراسلات هو فن كاد أن يندثر ولكننا أحييناه أنا وصديقي بدر المطيري جميل طيب أستاذ حاتم الوقت يمضي سريعا ويبدو لي أن نحن في آخر الدقائق فأبودي أن توجه نصيحة مع كلمة ختامية للكتاب وأيضا كلمة ختامية لمشاهدني كرام في نص دقيقة كل هذه كلها في نص دقيقة صارت ربع دقيقة طيب أول شيء الحمد لله الذي حقق الأمنية بتواجدي معك وأنت مقدم وصديق عزيز لا أحب النصايح ولكن سوف أختم ببيت من الشعر أقول قد ينكر البعض تاريخي وفلسفتي والشمس لا تنحجب يوما بغربالي الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد رفع الله قدرك استاذ حاتم ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في هذا البرنامج شكرا لك شكرا جزيلا لك وللقناة القلب ينبض بالمحبة ولساني يلهج لكم دائما بالدعاء رفع الله قدرك وأيضا نحن نبادلك نفس المشاعر مشاهدينا الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرابعة من حلقات برنامج كتابشين والذي كما ذكرت لكم في أول حلقة بأننا نجتمع على مائدة واحدة نغذي فيها العقل والروح وبإذن الله نقلب فيها صفحات من حياة ضيوفنا في الحلقات القادمة ألا قدمت هذا البرنامج نيابة عن صديقي وزميلي الأستاذ أحمد بقضيان الذي يرتبط في سفري لخارج مملكة العربية السعودية وبإذن الله يعود إليكم يوم الأربع القادم في نفس التوقيت هذه تحية من أخوكم ناصر الحربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة